الآن إلى بعض الأحاديث الطبية فقد نجح جراحون بريطانيون في زراعة عين إلكترونية في شبكية أشخاص مصابين بالتهاب الشبكية الصبغي وهو طبعا مرض جيني يؤدي إلى فقدان البصر بعد فترة من حدوثه حيث أثبتت الشركة المصنعة لهذه الشريحة المتطورة نجاحها من خلال اختبار هذه التقنية الجديدة على متطوعين تمكنوا من استعادة أبصارهم التفاصيل من لندن في التقرير التالي والزميل مصطفى زارو روبان ميلارد من الذين يعانون من مرض التهاب الشبكية الصبغي المعروف بريتنايتس بيجمونتوسا الذي يصيب خلايا العصب البصري المسؤولة الأساسية عن التعرف على الألوان وحرمه هذا المرض الورثي من نعمة البصر لخمسة وعشرين عاما ولأول مرة يخضع ميلارد المنتج الموسيقي لعملية زرع رقاقة إلكترونية في الشبكية تساعده على رؤية الضوء من جديد خطوة اعتبر ميلارد نقلة نوعية في علاج مرض العمى في المستقبل لقد استعدت أحلامي بألوان حية لأول مرة منذ خمسة وعشرين عاما مما يؤكد أن جزء من مخي قد استيقظ مرة أخرى بعد سباة طويل أشعر أن هذه تجربة مشجعة لإجراء مزيد من البحوث وأن سعيد لمشاركتي في هذه التجربة الشريحة التي تحتوي على 1500 بيكسل تنقل إشارات كهربائية مباشرة إلى العصب البصري عبر جهاز إلكتروني ومن ثم إلى الدماغ لتحليلها وتكوين صورة تقريبية محدودة التفاصيل يراها المصاب عن المشهد أمامه نتائج رؤية التي حققها هؤلاء المرضى فاقت وقعتنا فهذه التقنية تمثل تطورا عبقريا ومثيرا وخطوة همى في محاولتنا لمساعدة مرضى التهاب الشباكية الصباغي على تحسين نوعية الحياة التي يعيشونها هذه الجراحة المعقدة في شباكية العين هي ثمرة جهد سنوات من الأبحاث في كل من بريطانيا وألمانيا المصنعة لشرائح الشباكية وهي ضمن دراسة تشمل 12 متطوعا لبحث كيفية تطوير إثارة الأعصاب وتحفيزها عبر استخدام تقنية نانو داخل العين تقنية تتيح أمل استعادة بصر أجيال من المصابين بالعمى في المستقبل المنظور مصطفى زارو العربية لندن